هل قرأت يوما الاتفاقيات الخاصة بتطبيقات الهواتف المحمولة؟ إذا علمت أن فيسبوك ماسنجر ينتهك خصوصيتك بطريقة ما فابدأ بقراءة جميع اتفاقيات التطبيقات قبل البدء بتحميلها واحذف ما لا يناسبك منها ففي الوقت الذي أعلنت شركة فيسبوك عن وصول مستخدمها الناشطين شهريا لحوالي ملياري شخص يتجدد اتهامها باختراق خصوصيتهم ولكن هذه المرة عن طريق فيسبوك ماسنجر وهي خدمة التواصل بالرسائل المباشرة من فيسبوك فاتفاقية الخصوصية المتعلقة بهذا التطبيق تنص على أنه يمتلك الحرية الكاملة بتسجيل مكالمات المستخدم عن طريق سماعة الهاتف دون موافقته ويستطيع التطبيق وفقا للاتفاقية استخدام كاميرا الهاتف والوصول إلى قوائم الاتصال الخاصة بالمشتركين أيضا لا بد من الإشارة هنا إلى أن بنود الاتفاقية إلزامية لإكمال تحميل التطبيق إلا أنه لطول الشروط يتغاضى أغلب المستخدمين عن قراءتها وفهم تفاصيلها ما يجعلهم في غفلة مما يجري موضوع ليس بجديد على فيسبوك فقد اتهم سابقا بالتنص على المستخدمين لأهداف إعلانية تتعلق بزيادة أرباحه إلا أن الموقع نفى ذلك في حينه إلين يوسف العربية